جاهز تحكيها زي ما هي؟ أنت جاهزة؟ اليوم معنا نائب ومحامي وصديق وأخ وعزيز قيزة يدين جاي يحكيها زي ما هي كيف أكيد قيز؟ أهلاً وسهلاً روبا كيفك؟ منيحة الحمد لله أنت؟ يعني أنا يمكن عامل كثير مقابلات في حياتي بس أول مرة بتوتر شوية لا أنا صاحبي بعدين صديقي من زمان يعني من الطفولة فسعيدة أني معه يعني هو عارف كون أجوبة الأسئلة اللي بدي يسألها بس أنا مخليسة خايف من الأسئلة اللي بدي يسألها جاهز تحكيها زي ما هي؟ نحكيها زي ما هي تحكيني شوية عن طفولتك رجعناك رجعنا بالماضي كثير عشان الترومة هي الترنديج لا بفيش ترومة زي أي طفل أردلي موليد عمان وتربيت بعمان وروحت على المدرسة الإنجليزية وخلصت دراسة منها وبعدين روحت على بريطانيا عملت محاماة وبعدين رجعت على الأردن واشتغلت في مهنة المحاماة لفترة ومستمر طوال في مهنة المحاماة والآن جانبيا السياسة من 8 سنين أين بدخلت على السياسة؟ دخلت على السياسة؟ أنا طول عمري بحب السياسة وطول عمري أكتف في موضوي يعني يعني أنا من الأمور اللي دايما بتثير اهتمامي يعني بالبيت أنا من عمري عشرين سنة خمسة عشر سبتعش بحضر أخبار يعني أنا بحب هذه السياسة السياسة ومحب أقرأ كثير وأنا جدي كان أمين العام للحزب الشوعي الأردن لفترات طويلة كثير يعني أقدم السياسيين بالأردن فممكن أعتبر حالي ابن بيت سياسي فـ بيئة سياسية بيئة سياسية يعني ما أنه خيار ما يحب السياسي يعني لازم نحبه فبال2016 حقيقة بدأت على نطاق واسع يعني قبل 2016 كنت أنا بقرة بس مع برافق جدي أحياناً لكن بعد 2016 تغيرت الأمور ونزلنا حملة انتخابية كبيرة وشعارات مختلفة وجديدة وعلى أساسها بدأت رحلة ما يسمى بتيار الدولة المدنية في الأردن هذا السؤال أنا بعرف إجابته بس لازم الناس برضو تعرف من وين إجا تبنيك للفكر المدني وليش اخترت الفكر المدني مع أنك بتقدر تنزل على مقعد مسيحي عادي من غير لا أحزاب ولا شعارات شوف كل الدول في العالم المتقدمة والدول المتطورة والدول التي اجتازت هي دول مدنية ديمقراطية تؤمن بسيادة القانون تؤمن بالمواطنة تؤمن بالعدالة الاجتماعية تؤمن بالحريات الفردية والحريات العامة هذا أساس أي دولة متطورة واليوم أنا ما بدي أحكي أقول ولا الغرب دول مدنية لا والشرق في دول مدنية ماليزيا دول مدنية اندونيسيا دول مدنية تركيا دول مدنية فيه هناك العديد من الدول المدنية كل واحدة منهم لها منظومتها وخصوصيتها الخاصة انت ذكرت أنه جدك دكتور يعقوب زيديد محمد الله عليه أمين عامل حزب الشيوع فأنت ناشئ بفكر شيوعي اشتراكي ليه اخترت المدنية مع هذا السؤال هي لا تتعارض ليه ما روحت على أحزاب اليسار وقوائم اليسار وقلت أنا يساري وبيدي أستفيد منك الجدي وأفو خلينا نحكي المنطق اليوم الأحزاب اليسارية العقائدية أنا بأعتقادي يعني بدأ العالم يتطور سبق هذا الفكر العقائدي وبالتالي اليوم اللي زينا ينادي في العدالة الاجتماعية وينادي في المواطنة وينادي في المساواة وهي كلها أمور ينادي فيها اليسار أيضا لكن اليوم الجيل خصوصا بالأردن شوف انت صار عندك انقطاع بالحياة السياسية الحقيقية بين فترة الخمسينيات لأبل فترة رجعت الحياة السياسية حقيقة فأنت عندك أجيال كاملة ما كانت مهتمة بالسياسة عندك جيل كامل جديد اليوم مهتم بالمولات ويروح على السينما بده شعارات مختلفة بده إشي خاطة بعقله فأنت تيجي تحكيه بستالين وتروتسكي وماركس ولنن ما مش راح يستوعب فأنت يعني بدك تحاول أن تغير هذا الخطاب وأن يتماشى هذا الخطاب مع العصر اللي إحنا عايشين فيه اليوم الشاب شو بده؟ بده يعرف أنه عنده مواطني بده يعرف أن الأردني أردني بغض النظر عن أصله وفصله ودينه وعرقه أنا أردني أحمل جواز صفر أردني إذن أنا أردني لي ما لي من حقوق وعلي ما علي من واجبات أما غير هي ما بصير تمشي البلد يعني لا يجوز لأنه أنا كاركي وفلان سلطي أنا أحسن منه لأني كاركي لا مش أحسن منه لأني كاركي ولا هو أحسن منه لأني سلطي إحنا التنين أحسن من بعض بما نقدم لهذا الوضع حكاها جلالة الملك في واحدة من التويتس تبعونه قال ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز وهكذا تبنى الدول إحنا اليوم نسا منحكي هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا من هو أمي نفسنا إحنا لما نروح على أميركا في دقيقتين منصير هوا أنا أميركا يعني مننسى كل الأصول والمبادئ ومننسى كل شو مصير ومنصير ما شي طب ليش مش بالأردن أنا أردني صح بعيدا عن الهويات الفرعية إحنا دولة مدنية يعني إنت لو بدك تيجي للحق إحنا بالقانون دولة مدنية فإيش اللي إنت بتنادي فيه أنا بتعطيك التعريف هي الدولة المدنية بمفهومة آه التعريف هي يعني دولة لا تؤمن بالسلطة العسكرية ولا تؤمن بالسلطة الدينية فصلها صحيح يعني لا يمكن أن تكون دولة مدنية يحكمها العسكر ولا يمكن أن تكون دولة مدنية يحكمها رجال الدين أوك وبالتالي مثلا اليوم نبدأ نحكي إيران إيران دولة دينية وبالتالي ليست دولة مدنية يحكمها رجال دين في دول ممكن في العالم بتلاقي يحكمها العسكر تلك ليست دول مدنية الدولة المدنية هي دولة ديمقراطية ترتكز على ثلاثة أركان أول ركن إبعاد الدين عن السياسة أي أن لا تخلط الدين في السياسة ليش يا سنتي من ينادوا في الدولة المدنية هم من يحموا الدين من تغول الأشخاص الذين يستغلوا الدين في تطبيق السياسي ليش لأن الدين طاهر ومقدس أي دين طاهر ومقدس السياسة أنا أشتغلها عبد كان فترة يشتغلها دنيوية وملوثة شو يعني دنيوية وملوثة خبط من تحت الطاولة وخبط من فوطنة يعني مش أخلاق دينية فهل يجوز خلط الطاهر والمقدس بالدنيوي والملوث؟ لا يجوز هذا أول ركون تاني ركون المواطنة اللي حكينا عنها تالت ركون المساواة المساواة بين الجميع المساواة بين الرجل والمرأة المساواة بين الناس من شتى الأصول والمناء اليوم المساواة قضية أساسية إذن مواطنة مساواة عدالة اجتماعية ما هي معا لما بلشنا من إيش كانت طلع مواطنة عدالة اجتماعية أمان اجتماعي معا معا آه كان لها أيضا قصة كيف فبالتالي إحنا لما نيجي منحكي نحكي عن أهم إشياء ستة سيادة القانون سيادة القانون لا يمكن لدول أن ترتقي دون وجود سيادة قانون لا يمكن لدول أن تتطور اقتصاديا وتعليميا وعلميا دون ما أن يكون هناك نظام مكاشفة ومحاسبة إحنا المستثمر الأجنبي مثلا بيجي عنا بضيع اليوم ببني الفيزابيليتي استطادي تبعته على شغل معينة بعد أسبوعين وإن الضرائب زايدة ولا مش عارف إيش زايد ولا رايحة ولا بعد أسبوعين بيجي له نائب فلاني ولا وزير كلها بدها يعني أنا بساعدك وأنا بعملك وتفعل عنا مشكلة في المكاشفة ومحاسبة ما نحتاجه مجلس نواب قوي حكومة قوية إبعاد الواسطات عن كل هذا المربع واللي نهكنا بالأردن مو الفساد المالي أي شيء أكثر من الفساد المالي شاعبنا الفساد الإداري أي وضع الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب هاي بتدمر دول صحيح؟ لما أنا يجين فلان لأنه أبو فلان بده يشتغل في واسطة وهو بفهمش الخمسة من الطمسة بس أنا بشغله مو أبو إما جاء عن طريق نائب أو جاء عن طريق وزير أو الله أبو شيخ أو الله وجيه يعني منها الوجهة بشغله طيب هذا اللي أنا شغلته ممكن أخذ فرصة عشرين واحد يستحقوا أفضل منه بما يقدموا وأفضل منه بما يقدموا للوطن وبالتالي عندك الواسطة وتالي الدولة المدنية تنادي في سيادة القانون همنا اليوم بنقول نحترم ونعتز بالعشائر الأردنية وأنا ابن عشيرة أردنية وابن الكرة لكن اليوم أنا بقولك العشيرة مكون اجتماعي ليس مكون سياسي لا يجوز أن تكون العشيرة مكون سياسي العشيرة مكون اجتماعي نحترمه وأنا جله نقطة وسطر جديد اليوم أنا وعبد بيطار لا ننتمي لبعض بالدم لكن أنا ويا اليوم بحزب واحد فكريا فكريا لكن أنا وابن عمي مش بنفس الحزب وأنا وابن عمي يربطنا الدم إذن العشيرة هي رابطة دم وليست رابطة فكر رابطة الفكر هي الحزبية ومنفوت فيها بعدين بالحلقة بيش أقول سألوني عطوني في كثير ناس عم بحضرونا هلأ ممكن بس بعرفوا أنك أنت فقط نائب أو سياسي ما بعرفوا أنه إلك اهتمامات كروية وأنك عضو ب تحاد كرة القدم عضو بإيش تحاد كرة القدم تحاد كرة القدم وأنك محامي حسيت بلحظة من اللحظات حكيت أنه أنا شو بدي بها القصة يا أخي ما أنا كنت قاعد محامي بمكتبي ومبسوط والحالة قاعد محامي بمكتبي أنا أقول لك على وجعة الراسل السياسة بجينها أكثر ما يقلمني وبوصلني لهاي أو سوري قيس بدي أقاطك همرة أو يا أخي أنا مش راح أقدر أغير إشي لحالي صح ما أنا بدي أقول لك هي هاي جملة كتير بتخوّف بدي أحكيها بصراحة ويمكن من خلال برنامجكم من خلال برنامجكم هذا بدي أحكيها لأنه أنتو بتخاطب وهذا البرنامج بخاطب طبقة الشباب والصبايا الجداد الجيل الجديد اللي إحنا بدنا إياه وبيدي أحكيها بوجع وألم إحنا اليوم زي ما أنت قلت أنا بقدر أقضل في مكتب المحمد وبلا وجعة هالراس يعني جاه وموجود المال والحمد لله يعني شغلي من نائب وصورة يعني القضية أننا نواجه تيارين تيار إسلام سياسي يريد تكسير كل مفهوم الدولة المدنية وتيار محافظة أو تيار الوضع القائم المبسوط على الوضع المبسوط على الوضع زي ما هو وبالتالي إحنا أصلا محارب ليش بوصل مرات لها الفكرة بقول يا عمي محاربين من هون محاربين من هون ولي حواليك والناس اللي مفروضة تكون معك معك بس عند الحاجة ما بتلاقيها وبالتالي طب لمين عم بدافع لمين عم بحكي بدولة مدنية ما أنا بحكي بدولة مدنية ومواطنة وسيادة قانون وحرية شخصية وحرية فردية أكلوا ما أشاء وأشربوا ما أشاء وأقوم بما أشاء ضمن سيادة القانون أنا عمين بدافع اش عنكوا عنهم ما من نهاية المطاف إذا أنتوا الاثنين ما منلاقيكم موجودين سواء داعمين لهذه الحركة إذن إحنا ليش بدنا نمشي في هاي الحركة ما إحنا بنمشي في هاي الحركة لأنفسنا لا إحنا بنمشي بهذه الحركة من أجل مستقبل وطن وبالتالي من عندك واحكي للشباب والصبايا مش شرط أنك تيجي وتنتسب لحزب مش شرط لكن يا أخي انزل وصور يا أخي قول أنا أنتمي لهذا التيار أنا أريد المواطنة أنا زهقت أنه ابن عمي بأخذ فرصي لأنه أبوه شيخ وأنا لأنه من الفرع المشي الشيوخ في العشيرة فأنا بطلع ليش أنا زهقت أني أنا بدي أمتهن كرامتي كل يوم على باب نائب وعلى باب وزير عشان أخذ عفاق طبي هذا حق أنا زهقت طب هاي الناس بتحكي هذا الكلام عند الطلب للتغيير ما بتلاقوها منلاقي عدد قليل منهم 10 إلى 20 بالمية يا سيد العزيز معلومة الانتخابات الألفين وعشرين 29 بالمية صوت وين الواحد وسبعين بالمية فهمونا 29 بالمية بتعرف لمين بتأسمهم تيارات الإسلام السياسي إخوان المسلمين وغيرهم وشاركوا في الانتخابات وصوتوا ونزلوا جماعتهم وصوتوا ممتاز هاي جزء من 29 الفكر العشائري أو اللي بدي نزلوا تصوت لأ ابن عمه في قرية هنا أو في منطقة هناك نزلوا وصوتوا والمال السياسي نزلوا وصوتوا استعملنا استعمل مش إحنا استعمل المال السياسي ونزلوا الناس وصوتوا طيب وين الواحد وسبعين بالمية الواحد وسبعين بالمية هم إحنا الواحد وسبعين بالمية هم اللي زينة الواحد وسبعين بالمية هم اللي زينة الواحد وسبعين بالمية هو اللي زهق قاعد على كنا بايته زهق يصوت لمن يستغل الدين في السياسي وزهق يصوت لأبن عمه ليش يصوت له هذا الشاب اللي قاعد على الكناب بده يستنى بده خطاب جديد بده مواطني بده سيادة قانون بده دولة مدنية بده أردن حديث أردن حديث ينتقل فينا إحنا اليوم تجاوزنا مئويتنا الأولى داخلين على مئويتنا الثانية يا سيدي إحنا عنا مشاكل مركبة الناس طلعت فكرة الأمور سهلة لا إحنا اليوم 40% من القوة العاملة في الأردن تعمل في القطاع العام يا سيدي هل تعلم هذا الرقم الخطير؟ يعني موازنتك موازنة الدولة الأردنية لما توجي قبل النواب 60% رواتب ورواتب تقاعدية لأننا عودنا الناس أننا دولة رعاوية عمدنا نصير دولة منتجة اليوم القطاع الخاص بدي يحرك حاله وهون بيجي الاختلاف مع اليسار المتطرف الذي يريد أن يؤمم كل شيء لا لا نريد أن نخسخص الأرض وما عليها ولا نريد أن نؤمم الأرض وما عليها لكن أنا بدي قطاع خاص جوي وبيدي القطاع العامي ينسأل عن التعليم والصحة والنقل ويؤمنها للمواطنين مجانا بطريقة محترمة من المهدي إلى اللحظة بس باقي الأمور قوي القطاع الخاص خلي القطاع الخاص أن يكون المشغل الرئيسي للعمالة القطاع العام أنهك وبالتالي عنا يا صديقي مشاكل مركبة ما بتنحل وإحنا ما بدنا نعيد اختراع العجلة كل العالم ماشي على أحزاب أحزاب تنزل الانتخابات بتنقيم ورشعينها بشكل حكومات إلى آخرين وكل الدول ماشي على سيادة قانون على مواطنة على عدم استغلال دين في السياسة على 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 وهذه الدول تقدمات طب عندي هون بس سؤال دايماً بيصير في عنا جدل ولما بتفتح أكشل على الإنترنت بيطلع لك هذا الإشي اللي هو دايما الواحد بيخاف من الدولة المدنية لأنه هي أقرب أو يعني هي تعرف بالدولة العلمانية ولكن هو مصطلح آخر والدولة العلمانية دايماً مربوطة بالإلحاد بكل تمام شوفي أنا ما بدأ أكون قاسي يعني أنا تبدأ أحكيها بأكتر طريقة زي ما هي لبقى ممكنة أنا لا أعتقد أن الناس فهموا شو يعني علمانية أنا معك تمام وأنا أعتقد أنه فيه تيارات شيطنت مفهوم العلمانية وشيطنت مفهوم الليبرالية وشيطنت واليوم دايما تشيطن مفهوم المدنية أي مصطلح بدهم مشيطنوه لأنه شوفي هدول عندهم مكاسب سياسية حالية لما نتفوت أفكار جديدة بدهم مشيطنوها حتى لا تأخذ منهم شوفي العلمانية هي فصل الدين عن الدولة فقط هي لا تعني كفر ولا تعني الحاد تركيا دولة علمانية ويخرج مقابلة لأردوغان على العربية موجودة ويقول تركيا دولة علمانية ويشرح العلمانية خليه يشرحها خليه يشرحها العلمانية ليست كفر ولا مسبة شوفي لكن شو الفرق بين المدنية والعلمانية هذا سؤال حلو المدنية مفهوم أوسع من مفهوم العلمانية ليش العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية ليش هتلر كان علماني مسليني كان علماني دول علمانية لكن هل كانت دول ديمقراطية؟ ديمقراطية لا كانت دول العسكرية وتسلطة ومن الثالي الدولة المدنية لا أوسع تشمل العلمانية وتشمل الديمقراطية بمفهومها نحن نقول فصل دين عن سياسة مواطنة إلى آخره المصطلح ألطف المصطلح أشمل والمصطلح بالضرورة يتقبل الغير ويتقبل الديمقراطية ويمارسها حقيقتا لأنه من يدعي أنه مدني بده يقبل بكل الأطياف السياسية اللي بتقعد يقباله ويحترمها لأنه أنا ما بحب الأردن أكتر منه ولا هو بحب الأردن أكتر مني حتى لو اختلفنا أنا بقولك مع أشد خصوم السياسيين اللي بختلف معهم لكن أنا ما بخونهم هم بحب الأردن وأنا بحب الأردن هو بطريقته وأنا بطريقتي هو بأيديولوجيته وأنا بأيديولوجيتي لكن التنين منحب الأردن لكن علينا أن نصل إلى مرحلة أن نقول أننا نعمل من أجل هذا الوطن ونعمل في جو مدني ديمقراطي لنصل إلى أردن حديث لأن الأردن بتوصل إلى أردن حديث بده الطريق أمامنا طويلة أنت بتنتمي هلأ أنت جزء من حزب وبتشتغل بالبرلمان كنت فأيش وعضو لجنة ملكية ليه تحديث عن نظوم السياسية حديث عن نظوم السياسية في هالزلمة بس سياسي فهلأ أنا أبطلت أحب أقعد مع أولاق عيسي أنا وأعمل هلأ أقعد مع بعض خارجي على حل هذا أنا أقول السياسي هو كوميديا بس خلطة منيحة لأننا نفس الأشي بالآخر أنا نفس الأشي السياسيين والكوميديين نفس الأشي أنت دارك هومير معه أيها دارك هومير طيب شو الخطوات اللي هلأ نقدر اللي هلأ عم تشتغل عليها يعني البرلمان أنا اليوم بس أشوفه بنأز طبع بس السبب ما علي السبب متراكم سيتي أنا بأينغوز كل مرة وفوت فيها على البرلمان يعني شوفي سيتي الدستور الأردني دستور نيابي ملكي ورافي مجلس النواب ركن أساسي من أركان المملكة الأردنية الهاشمية والمجلس النواب هو مجلس رقابي تشريعي شو يعني رقابي تشريعي؟ أراقب على الحكومة وأشرع القوانين تم تحويل مجلس النواب بطريقة خدمات عبر السنين صار أغلبية تبديش عمل أنا اركب لمبة في الشارع زفت الشارع إلى فلان وظف فلان تحول مجلس النواب المجلس رقابي تشريعي إنه مجلس خدمات راح تهيبته أنا دسألك سؤال وهلأ راح أجي ليش أنا عم بحكي المساوئ لكن أنا بدي أفوته أقولك بعد تحديث المنظوم الملكية أو لجنة تحديث المنظوم الملكية ماذا حصل؟ وكيف الأمور ستتطور في المستقبل إلى الأفضل؟ لأنه عرفنا وين الغلط اليوم يعني كيف أنا كنائب بدي أراقب على وزير خد يا هلاب شوفي كمان في حق على الشعب على الناس الصبح بديهم النواب تشيكي فارا؟ لا سوري الصبح بديهم إياه يعملوا خدمات وهذا وبالليل بدي يا تشيكي فارا يعني طلع بتصريحة يا ستة النائب ما هو براقب و بشرع الوزير؟ إذا أنت قواعده الانتخابية والنائب هذا ماسك ملف في إيده كله طلبات ناقله تعيين ناقله تعيين وداير ورها الوزير في الكوريدورات مشان الله نقول لي وعين لي مشان الله وقدي لي هذا ودي له طيب كيف سيراقب ويشرع هذا النائب على هذا الوزير ما هو خدم وعطى ووظف له فإحنا عنا مشكلة عنا بسموها بالإنجليزية دائرة مفرغة عم نلف فيها النائب بده من الوزير عشان عين له والوزير بده من النائب عشان يعطيه الثقة وما يعني يفضح هذا وما يتساءل وما يععمل رقابة حقيقية وبالتالي إحنا فقدنا دور رقابة لمجلس النواب لذلك لما نأجينا على اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قلنا هذا الفيلم كله بيتغير بدنا نعيد قوة للبرلمان رقابيا وتشريعيا من خلال الأحزاب اليوم لما أنت كون عندك قوائم وطنية اليوم المواطن الأردني إله صوتين صوت زي زمان بدائرته المحلية وصوت بيصوت لأحزب ما بعرفين بالحزب تيجي أنت بتقولي أنا إذا صوت للحزب المدني الديمقراطي بتعملي تك عند الحزب المدني الديمقراطي بدون ما تعرفي مين اللي فيه ليش لأنه هذا يمثل فكرك فإحنا إجينا كمرحلة امتقالية أعطينا الناس صوت لأبن عمك ولأ صاحبك ولأحبيبك ولأخوك ولأبن صفك وكل بدك إياه يعني أنت عارف رايح يقدم ولا رايح يأخر بدك تصوتهم وصوت لتوجهك الفكري أنا إسلامي بصوت للإسلاميين أنا محافظ بصوت للطيارات المحافظة أنا شيوعي بصوت للحزب المدني أنا مدني فيه الحزب المدني فبروح بصوت هذا هذا لما يطلعوا النواب على هذا الأساس من وطن ضغط الخدمات عليهم من قواعدهم الانتخابية بخير لأنه أنا فيش واحد يجي يقول لي والله أنا نجحتك وصوت لك ويقول له أنا والله عمي الحزب نزل من شمال الأردن لجنوبه وهالناس صوتت وانجحنا فببطل أنا تحت الضغط من قواعد الشعبية لأقدم خدمات بفضل دور الرقابة والتشريحي تدريجياً من عيد حيبة وقوة المجلس النواب مرهيب خليل راح تخليه يدخل بالسياسة إذا شوفت إله المديرات السياسة خليل صغير يعقوب 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 وخليل أه لا يعقوب بجوزي فوت أف هدهت من حلق ما راح تقول له بعد كل هالوقت من وقت جدك اللي يرحمه لليوم ما راح تقول له يابا فكت منها وصيبت منها القصة إذا هو بحبها يفوت شوف أنا كمان بعتبرها جزء من حبنا للوطن إحنا شو عندنا غير هالبلد؟ يعني أنا اللي عم بتحكي معه ولا عندي جوازات صفر تانية ولا عندي محل تاني أروع عليه أنا غير هالبلد ما عندي ولدت على هذه الأرض وسأعيش على هذه الأرض وسأدفن على هذه الأرض وللتالي إذا أنا بقدر أقدم إشي لهالبلد أغير فيها لا بغير شوف المستقبل صحب اليوم انت عندك عندك التعليم بدو يتغير عندك انت الفرق بين التعليم في المدارس الخاصة والتعليم في المدارس الحكومية فلما أنا أقاتل من أجل العدالة الاجتماعية أنا عم بحمي ابنك وبنتك وبنتك وابنك ليه؟ ما هدونكم يكونوا في مدارس خاصة بكرة في فرق كبير بينهم وبين مدارس الحكومية من كتير نواحي وبالتالي انت اليوم لما تشتغل بمبدأ المواطنة ومبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة تعم بتقلل من الفروقات هاي عم بتقرب الناس لبعض وعم تبني لمستقبل محترم شو زنب ابني معان وابني الكرك انه بفوت صف أول بينما أولاد عمان ممكن يفوت بري سكول وان و بري سكول تو كي جي وان و كي جي تو ما شاء الله بفوت دكتور على صف أول أول بكون معاشي هداة تمام إذن في أب أو أم بالعالم ما بدهم يعطوا الأفضل لأولادهم؟ لا طبعا بدهم أنا مرة بتذكر واجهت أحد رؤساء الوزراء بديش حكي اسمه عشان ما يزعل قلت له يا عم مش معنى هدول السفرة اللي معينهم يعني كل واحد ابن فلان يعني بتلاقي اسمه فلان اللي من يعرفه العيلة اسمه فلان اللي من يعرفه العيلة يعني مش معنى هدول فجوا من جواب أحراجني طرح ذاكي كان جواب قال لي والله بحكوا انجليزي وفرنسي وعربي وسبنيولي فأنا صفاني قلت له بتعرف لو أعطينا ابن الكرك وابن البقعة وابن معان الفرصة في مدارس حقيقية يدرسوا فيها ويتعلموا نطلع ألف واحد عندهم بحكي فرنسي وبحكي انجليزي وبحكي عربي وجاهز إلى أن يذهب سفير لذلك نطالب بالمساواة لذلك نطالب بتعديل المناهج اتقربوا الناس من بعض أكتر هاي أمور مهمة التعليم يقع في لب كل ما نتكلم فيه واللي بحكي له غير هاي غلطان التعليم هو الأساس شو أصعب اشي واجهته بي اني بخلال هاي المسيرة بكل هاي إيش أصعب شيء واجهته الشيطنة أنا زل ما كنت أتهدد على صعيد يومي ليش بيجي لك واحد مرتزق بكتب له شغلة يتهم فيها أننا كفار وأننا ملحدين مثلا بتقوم لإيامي والناس العامة ممكنوا تصدقوا أولا الدولة المدنية كفر بدي روح أتوخوا هاي الأمور واجهنا أنا بتخيل أصعب مرحلة كانت لما استشهد ما هتحطق لما تم اغتيال ما هتحطق جميعنا تم تهديدنا ووصفنا بأبش انت الله يعينك على الوضع اللي كنت فيه يعني أنا لإني صاحبك تهددت فما بقى لك أنت يعني وإحنا مش عاملين نشر يعني إحنا نطالب في دولة مدنية تركيا دولة مدنية ماليزيا دولة مدنية مش طالبين يعني لكن خصومنا السياسيين وصلت في بعضهم بعضهم مرحلة أنه أصبح أصبح يحرد قاصدا متعمدا وبعدين برفع يدقول لك أنا مليش دخل بيتهمك بأبشع الأمور مع أنه يعني سوري هيا ما كانت بالسياسة اليوم قالت لي أبل ما تفوت على البرنامج بس بارح أردت على الدولة المدنية شافت فيه إشي كفر والحاد فيه كفر والحاد فيه إشي لكن إنت لما تضل تسمع تقتنع بكرة بتصير هات فأصعب إشي واجهت أنا شخصيا الشيطنة صحيح أنا أذكر وهي بدي أحكيها وراح تعمل لكم بلبلة بس تحكيها أحكيها زي ما هي كان فيه حادثة مزرعة جرش إذا بتذكروها كان فيه حفلة حفلة صح بالمزرعة وقت كورونا وآمت لأيامي تم شيطنتهم شي دم يحبسوهم مش عارف بأي قانون دم يحبسوهم كاما فأنا طلعت يعني هم مخالفتين اللي قاموا فيهم أنه في وضع كورونا لا يجوز تجمع أكثر عشر أشخاص فيه مخالفين والشخص الذي يصوره واخترقه خصوصية الناس اللي قاعدين هاتوا يتصوره أما أنا قاعد في بيتي ولا في مزرعتي أنا مين إله يتعدى على حريتي ولا يتعدى وقامت لأيامه وتشيطننا وصارت لكن إحنا بنحكي بسيادة قانون يا عمي أنا رجل أطالب بإنه وين ترسمني الخط بالحريات الفردية وبسيادة القانون أنا اليوم بكرة يطلع أفلان قولي لبلوز الحمراء ممنوع تلبسها ليش ممنوع ألبسها؟ لأنه هو شايف أنه ممنوع ألبسها حر أنت أنت شايف أنه ممنوع ألبسها القانون شو بيحكي؟ عادي تلبسها عجوز ألبسها وبالتالي علينا وضع حد لكل من يعتقد أنه يمتلك وصاية على هذا المجتمع وأخلاقه العلاقة بين الفرد والدولة علاقة قانونية هذا كثير مهم هذا كثير مهم أما أنا ما حدا ينط علي على وصايتي إحنا في الحزب المدني الديمقراطي الأردني ندافع عن حق المنقبة بنقابها وندافع عن حق المحجبة بحجابها وندافع عن حق الغير محجبة بأن لا ترتدي حجابا هذا مبادئ حزبنا هكذا نحن هكذا هو القانون القانون يقول ذلك إذا نرتدع للقانون هاي الأمور مهمة بالإضافة إلى أمور العدالة الاجتماعية والمساواة ورفع سوية المجتمع لكن اليوم بدنا نطلع على المناهج بكل احترام وتقدير ونعيدها من أول وجديد هي منهج المدرسة المنهج المدرسي من أهم الأشياء اللازم نعيد تفكير فيه كليا هذا صحيح؟ المناهج اليوم عنا كم استلامها من تيار معين في سلوات وصلنا عندما وصلنا إليها الأردن كانت تخرج على طبة ودكاتر ومهندسين لكل أغرسقاء العالم احنا بنينا 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 دول كتير حولينا شبابنا ناقل الخليجي يعني ناسنا شبابنا بنوا بنوا وعملوا كنا مميزين اليوم بدنا بدنا نستمر بدنا نستمر بدنا نتقدم التقدم مش عيب في ناس عندهم في الأردن عقدة التغيير يا عم الدنيا بتمشي لقدام عادي نتغير عادي زمان كنا نطلع على حمار من محل لمحل اليوم نركب سيارة عادي بكرة بالجوز نركب هليكوبتر صغيرة مش مشكلة ما نخاف من التقدم حقنا عندنا عقدي مرات فيها عندنا بشوف ناس عندهم عقدي من التقدم ومن التطور ومن الحداثة وكأنها يعني إشي جاي علينا من الغرب ولا جاي من الغرب ولا إشي شو جاي احنا بدنا نتقدم وبدنا نطور احنا بدنا نعين بس هو حتى بالبزنس هذا لو بدنا نشيل حالنا بس من هذا المنظومة حتى بالبزنس الـ 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 في دايما عنده دفع ما بحبي يغير أنا ما بحب أغير نوع أكلي ما بحب أغير شراء أنا متعودة أشتري إشي بحب أضمي بس لات منعييرك يا صديقتي من أن يتغير صح هلا فكيف ننشتغ فأنا بس سؤالي دايما بسأله هذه الشغلة عشان كون براكتكال كيف أنتو عم تشتغلوا على تغيير هذا الشيء يعني شو أول خطوات شوفي أول خطوة نعملها تغيير كيف؟ أولا الإعلام لما نطلع ونحكي ونواعي الناس ونوصل للناس الناس ترى في كتير الشباب وصباية بالأردن معرفوش أن فيها كتيران وجود لسه ننوصلهم تانيا عندما نصل إلى قبة البرلمان ترى لما أنت تنزلت صوتي وحابة تنزلت صوت تستقلوش بالصوت هذا ممكن أن نجحنا نائب زيادة في القائمة ممكن بدلا ما نكون نائبين زي بالـ 2016 هاي المرة نكون خمس أو ست أو سبع نواب أوكي ما زلنا أقلية من 138 ولا إشي لكن صوت يا صديقي صح صوت هذا كتير مهم ممكن الناس تشوف هدول السبع نواب وتشوف أداءهم البرلمان اللي وراه تلاقينا 30 و40 الطريق ليست مفروشة في الورود اللي أبو وزيره، جده وزيره، ابنه وزيره، حفيده على خيره هداوت بال من بعده وزير ليش بده ديمقراطية؟ بده الوضع القائم أن يبقى كما هو فهذا رح يحاربك فأنت بالمقابل بدنا نشكل قوة أخرى نقول نريد ديمقراطية ونريد دولة مدنية حديثة ونريد إشراك الشباب في الحياة جلالة الملك ليلة نهارا يحاول في هذا الكلام ما حدا عم بلتقط الرسالة لأنه نصهم ما بدهم يلتقطوا الرسالة مش ماشي مع مصلحتهم مش ماشي مع مصلحتهم وبالتالي الضغط علينا الضغط علينا أنا إلي دور أنا يمكن أعتبريني السيلزمان أنا إحنا السياسيين نعتبر حالنا والله ممكن إزاء سيلزمان أنا بطلع ببيع الفكرة، بروج للفكرة إنت اليوم تقدر تساعدينها من خلال الإعلام عبد من خلال علاقاته فلان 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 وآخر واحد بقدر يساعدنا بس أنه روح يصور في كلمة دايما بحكيها المجلس السيء ينتخبه الناخب الجيد الجانس في منزله يعني حضرتك ما روح تصوتت أنت اللي انتخبت هذا المجلس صحيح ميش الناس اللي صوتت ميش الناس اللي صوتت لصمتك الناس اللي صوتت صر هو يوم الانتخبات ستعامل معاه أنه يوم أوف الآن المرحلة القادمة المرحلة القادمة بعد تحديث المنظومة السياسية اليوم سنذهب بالتدرج بـ 12 سنة إلى حكومة حزبية حقيقية بـ 12 سنة لأنه نمشي فيها بالتدريد لكن علينا أن نبدأ علينا أن نثبت أنه هذا التيار موجود وأنه اللون هذا موجود وأنه نحن موجودين وعلى الأرض ونريد مواطنة ونريد دولة مدنية وسائمنا سائمنا الطريقة التقليدية سائمنا الواسطات اللي عم تأخذ حق فلان وعلان أي والله ما بصية اليوم يا ستي أنا ابن عشيرة العشيرة اللي كان عددها 301 قبل 40 سنة كانت الدول اللي تقدر تيجي ترضيهم تحط منه الوزير تحط منه النائب تحط منه مدير الصحة ولا مدير التعليم مشوها شوية إعفاءات منهم ممشوا 300 برضو اليوم 300 صاروا 3000 وصاروا 30 ألف صار داخل العشيرة نفسها في فرع الشيوخ وفي فرع مش الشيوخ الفرع الشيوخ بواخد الإعفاءات الطبية والتوظيف وا 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 فأصبح هناك عدم عدالة في داخل العشيرة نفسها صحيح بين الناس صار في عدم عدالة شبابنا اليوم شباب المحافظات شباب المخيمات وشباب الأردن عم بيقولك أنا زهيقة واسطة يا عم أنا تعال قيمني أنا شاطر خدمي أنا مش شاطر روحني بس ما هون في شغلة كتير مهمة بدي أرجع أسألك يا أحا أنت قلت أنه لأنه ما في تعليم متساوي فإبن عمان رح ياخد وظيفة على لو بدنا بالتقييم تبعك رح ياخد ابن عمان وظيفة غير ابن الكرك لنفرد لأنه التعليم مختلف لا لا أنا ما عم بحكي وين العدالة هون؟ لا أنا بقولك أولا الواسطات معظمها تحدث في القطاع العام أوكي والتعينات هذه فبالتالي هي ليست مربوطة بمدرسة خاصة أو مش مدرسة خاصة هي مربوطة يعني أنا عم بقولك إياهم أبناء القرية الوحدة أبناء العشيرة الوحدة ما هم أبناء مدرسة وحدة عرفتي كيف؟ يعني مش أنه حدا والله هون وحده هون لا لا هم نفس القدرة وبالتالي بس أنا بصير أنجي على أساس الواسطات مع أنه ممكن فلان أفضل من فلان فلان ما أعطي فرصة لفلان حتى بعمان بتصير حتى بالقطاع الخاص مرات تصير في الواسطات بس يعني أظن إحنا أهم شيء لازم يعني سوري أطاعتك بس من أهم الأشياء اللازم نحنا نحكي فيها هو التعليم الإرتقاء بالتعليم هو أول شيء عشان إحنا لما نطالب بدولة مدنية ومساواة وإحنا أراد عم نطالب بهذا الشيء يكون في مساواة بال أقولك أنا دسعني شؤال شو التعليم اللي عنا في الأردن اللي بقولك باسل يلعب بالحديقة ورباب تطبخ بالمطبخ هذا بدرس له ولد صف أول معناه هذا ولد صف أول طالع أوتوماتيكلي شايف أن المرأة مكانها هي وهو مكانه هي هاي مشكلة مصيبة بنظري مصيبة بحداتها حتى الموضوع الواسطة وموضوع الهادر عم تحكي فيه لن يغير إلا بالتعليم لأنها ثقافة ثقافة حتى على مستوى مطعم إذا بتعرفي واحد مثلا على سيخ التطورنا اليوم بدنا ندخل وتوسط لي خلاص مشيه للدور فصارت ثقافة صح بطل صار موضوع بس مقتصر على المساعدات والتوضيح بيناتنا بالله يا قيس لأنك بتعرف فلان رنلي على أوروبا أنا بعرف فلان رن يعني حتى حياتنا اليومية صارت ثقافة اليوم بدنا نوصل لمرحلة لن تغير إلا بالثقافة بدك توصل لمرحلة عبد بدنا فن في المدارس الحكومية بدنا مصرح بدنا فلسفة بدنا نوسع آفاق الطلاب هدول بدنا ننتقل من التعليم التلقيني أبصم إلى التعليم التفاعلي فكر إبداع هاي كل الدول اليوم عم خصوصاً بالخليج اليوم عم بنتقل في هذا التعليم إلى مراحلة متقدمة احنا عم نرجع لورا وكل ما بدنا نيجي نغير بالتعليم بنلاقي وإياهم إياهم ووقف عندك تغير كأن تغير حرام وتقدم حرام وتقدم حرام لأنه سهل تنقل كتير سهل تنقل هي هاي أهم شيء ومش متطر تبرر متطر تبرر ولا تغير حرام ليش هيك الدين حكا خلاص هاي ما بعد هذا الكلمة ما في نقاش هيك الدين حكا شو أكتر شو أكتر مرحلة حسيت فيها بالإنجاز لما نشطبنا هاي بتذكرها وعبد كان معي صحيح لما نشطبنا المادة 308 من قانون العقوبات ترشو كانت هاي المادة لا هاي المادة راه راح تنصدمي نكوان بترفيه المادة عشان هيك شايفة نكوان بترفيه المادة فما بتصوطي للي زي نحوصل البرلمان راح تحكيلك هاي المادة راح تزير لديك الصوطي 24 ساعة هاي المادة هي التي كانت تصدد لأ أبناء عبدالهاديج نحيت أبناء عبدالهاديج هاي المادة اللي كانت تسمح للمختصب بأن يتزوج ممن اختصبه غصبا عنها بتذكر ما كنش باعف من هي 308 أكشن ويضل يختصبها مرارا وتكرارا هاي المادة كانت موجودة بقوانيننا هاي المادة من العصور الوسطى يا الله للألفين وطمم طعش وهي عنا لا وهناك من يبرر ويدافع عن بقاءها ليه شيء قيس تكون شيلوها هاي الأفكار الغرب أفكار الغرب يعني أنت بترضى إنه لا سمح الله حدا يختصب في عائلتك وتجوزها ولا بترضى على غيرك ولا بترضى على غيرك عنا ازدواجية حياة وازدواجية معايير صباحا بتلاقي الرجل الشرع مساءا بتلاقي زي مختلف مختلف طيب نفس هذا الرجل اللي وقتها عارض هاي المادة بنته بتدرس برا ومتعلمة برا وبتدرس له في أميركا كيف؟ يعني ليش؟ كيف استطعت الجمع بين الرفض هنا والموافقة هنا؟ فأنا بالنسبة إلي شط بالمادة 308 مادة مهينة عن جد كان إنجاز كان إنجاز الناس تقولك أنتوا روحتوا يا قيس قائمة معا وصلتوا البرلمان نائبين طيب شو عملتوا؟ طيب شو بدنا أعمل يعني؟ أحبا إحنا 230 قدرنا نشيل هاي المادة؟ قدرنا نطلع صوت كومو صوت صوت الكل آه قدرنا بس إن شاء الله فكرين الدولة المدنية أنا داخل على سوبر ماركت أعطيني بالله هالكاسة يا شخط لي إياها على هذا؟ فأبضل بظل طالع هيك دولة هاي تحتاج إلى سنين وسنين من العمل ومنه والتعليم أنا داماً مركز على التعليم ما لا تدروا ما لا تدروا التعليم علي محد إشيه لو مندخل هاي المفاهيم أو على القليل منها وشط مفاهيم أخرى بالتعليم الجيل بطلع شوية على القليلة فيه نفكر وذلك نحن ملقنين وقعدين صحيح قيس هلأ في عنا سيجنيتشر في عنا فقرة بالحلقة دائماً نسأل خمس أسئلة بجوابهم بكلمة أو بجملة كلمة أو جملة 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 أدي عدد الأحرف محامية أدي عدد الكلمات في جملة كاملك صديقي من سنين ومنعز الناس عليك داك تجاوب كقيس وليس كممثل حزب مدني حزب أيوة ولا محامي وقيس اللي أنا بعرفه واللحظة اللي رح تجاوب فيها مش قيس رح أكفع السؤال ما اتفقناش نعمل ليه في الحلقة هذا السيجنيتشر احنا ما اتفقنا وما اتفقناش عشي هذا السيجنيتشر الحلقة هذا هيك بنختم الحلقة فضل فضل يا أستاذ أروضا أول سؤال شو في نصيحة انت أخدتها حدا أعطاك إياها ولليوم تقددي فيها بتحبها في كل حالة سياسية أو حدث سياسي أو حدث عام انظر دائما إلى من هو المستفيد الأكبر ولا تنظر إلى المستفيد المباشر سؤال شو في نصيحة هذا قيس الجواب تعطيب جبه حسنا نقعد معاود نسمح شو في نصيحة أخدتها زمان حدا أعطاك إياها كمان وندمت على الساعة اللي اقتديت فيها قلت هاي ما ليش هيك عملت يعني أخطأت كتير بس ما كانوا بنائنا على النصائح معظم الأخطاء من الندال من النصائح كانت وديني بطريقة صحيحة أنا زي ما حب أسمع النصائح لأنه مرات لحالي با بس بشرط أطبقها يعني بسمعها 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 ما حاول أطبقها نصيحة كانت صراحة أنه إنه إثق بالناس حتى تشوف منهم إشي غلط هاي كانت يعني إنه ضل واثق فيهم حتى تشوف منهم إشي غلط هاي النصيحة صحيحة بحياتك الطبيعية وكل يوم بالسياسة لها أنا قائم أن جوابي لهذا السؤال اللي بحكي لك كل الناس كهروا براكلة مش الناس تقول لها كيار بدها الكيار ولا الناس بدها البركة فأما هذا جاب الناس لها مصالح وناس شبكات وستفيدين ومش دائماً أنا أعطاء الثقة بسرعة يعني بتيجي على وجهك والآخر السؤال الثاني شو في قيمة كان عندك ياها ومع الوقت اكتشفت إنه هاي القيمة ما بتناسبك مع السياسة يمكنك شفت إنه القيمة ما بتناسبك قيمة كانت عندي يعني لا تكون قيمة إيجابية ولا قيمة ما تكون سببا كنت عايش معها وبطلت شو ما كانت كنت كنت مش شايف يعني أنا قبل ما فوت مجلس النواب ما السياسة فتحت عيوني على كتير شغلات تقاطعات عمق شغلات كتير أنا يمكن هذا إيش يسلوي إيجابي لأنا بضلع عليك فكر دائما لأنك شايف خطوطين لقدام يمكن إنسان الطبيعي مش كتير فرق معه فو مش منتبه على اللي عم بصير فيمكن هاي نعمة ونقمة في أن نوعها شو في قانون بتحب تضيفه اليوم؟ قانون مجتمعي؟ لا وصاية لأحد على المجتمع إلا ضمن سيادة القانون وأن يجرم كل من يحاول أن يفرض وصايته على إنسان في هذا المجتمع هذا قانون بحب أحطه قانون جواب اسمعناه من أول من أجل أن نصور ثاني جواب بحب 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 أوصل لقانون بس هاي بدها فلوس عشان واحد ما يحكي كمان شعبويات يعني أنا الجواب الأول اللي جوابتك يا بكلفش فلوس قانون الجواب الثاني بدأ جوابك يا بدو كلف بدو كلف الدولة الأردنية فلوسه بدنا نعرف ماذا نجيبهم أنا أتمنى أن نصل إلى اليوم أن نشوف فيه مستشفياتنا الحكومية زي مستشفياتنا الخاصة ونشوف فيه مدارسنا الحكومية زي مدارسنا الخاصة ونشوف فيه النقل العام عندنا متطور عشان هيك احنا بنفع ضريبة يا مفروم شو الهدف؟ من؟ انت اليوم حاطت قدامك هدف شو الهدف اللي اليوم انت حاطه؟ الهدف أولادي يعيشوا بهاي البلد اللي عاش عليها جد 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 جدهم من 1500 سنة وما يجي يقولي يقولي بدي أطلع على أميركا ولا بدي أطلع على باريطانيا وقرفان البلد بديش عيش فيها ومش حاس حالي بمحلني مش حاس حالي ببيئتي بخل بالجواب بخل بالجواب يا الله بس هذا أكتر إشي فعلا لا عيب يا عبد أستاذ شكراً كثير شكراً كثير أنا كثير أنا كثير مبسوط الأول مرة بطلع أنا كثير فخور إنك في كثير أشياء صراحة يعني حكيتها اليوم افتخل فيه شوية بس أنا كنت مبسوطة لتعلمت أشياء كثير قليل لنفنطط لبعض لأنه بيترجمونا بطريقة غرط أصحابي فأنا فخور فيك قد بالدنيا وأنت عارف وكثير مبسوط إنك اليوم أجيت وشي كثيراً اسعيد صارح لديو ذراع إعلامي قوي و مكبر فيك و بخذ moins يحس família ي Rhodes يا إي Facebook عندك الري Summit وحاندي الريいく عافيرين كثيراً عن جد ومبسوطة أني عن جدة تعلمت عن أشياء جديدة ما كنت أفكر فيها لأنه نحنا مرات كثير من يعيش الفردية لدرجة منسى أن لنحنا جزء المجتمع إذا المجتمع بخير أفراد المجتمع بخير هاي أساسي إذا المجتمع مش بخير شكراً كثير شكراً شكراً شكراً